تواصل مجموعة قوة الواجب 2 لقوة دفاع البحرين والمشاركة جهودها في دعم الشرعية اليمنية من خلال عملية إعادة الأمن ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة دور رئيسي تلعبه قوة دفاع البحرين في المحافظات اليمنية التي تم تحريرها من خلال تمركزها في جبهات مهمة وتأمين المنشآت الحيوية إلى جانب المساهمة في تدريب الجيش اليمني الوطني من الأراضي اليمنية ها هم رجال قوة الواجب 2 التابعة لقوة دفاع البحرين يواصلون ما بدأته قوة الواجب 1 في التقدم وشق طريق تحرير محافظات اليمن واستعادتها من أياد التمرد جنبا إلى جنب أشقائهم في قوات التحالف العربية طبعا يأتي دور قوة الواجب الخاصة 2 حاليا في محافظة عدن هو مشاركة قوة التحالف في التخطيط وتنفيذ العمليات التعبوية المختلفة لإنجاحها ومن ثم تحقيق الأمن الداخلي في المحافظات التي يتم تحريرها من قبل قوة التحالف كذلك تم تطهير وفتح ممرات للقوات من خلال إزالة الألقام التي زرعتها ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح المساهمة على جبهات القتال في القتال مع أخواننا وأشقائنا في القوات المشتركة على كافة المحاور والجبهات كذلك تم إسناد مهمة المحافظة على المواقع وتأمين المناطق الحيوية في المحافظات التي تم السيطرة عليها وتم أيضا المساهمة في تدريب الكوادر العسكرية الجديدة المنضمة إلى القوات المسلحة اليملية والتي بإذن الله سوف تخدم هذا الوطن بإذن الله في إرسال الأمن والأمان في هذا الوطن إن شاء الله في المستقبل الغريب العزيمة والمعنوية العالية لرجال قوة دفاع البحرين كان لها الدور الفعال في إحباط مخططات ميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح ووقف تمددهم ومحاولاتهم العبثية إلى حد كبير حاليا نحن متواجدين في إجابة من جبهات قتال وعندي مجموعات قتال متواجدين على كذا جبهة ونأخذ أمر التعليمات من غيالتنا لتنفيذ المهمات المطلوبة ضد من إجابة الحوثي والمخلوع صالح نحن الآن في أحد محاور جبهات القتال الأمامية صفا إلى صف مع أخواننا من قوات التحالف المشتركة لتأمين ما تم تحريره من المناطق وقواتنا على أهب الاستعدادات لأي مهمة تطلب منها في حينه مقبلين لا مدبرين هاماتهم عالية ورؤوسهم شامخة لا تهزها ريح عاتية هؤلاء هم بواسل قوة الواجب اثنين يرابطون على كافة المحاور والجبهات بكل إخلاص وبقوة مانعة ضاربة تجعل من عناصر العدو حائرة حتى يحبط الله شر ما صنعوا ملحمة إعادة الأمل في اليمن لم ترفع أقلامها بعد ولن ترفع حتى تبلغ أهدافها فقوات التحالف العربية لا زالت تسطر إنجازاتها وانتصاراتها دعما للشرعية اليمنية ونصرة للشعب اليمني الشقيق ولقوة دفاع البحرين دور بطولي في ذلك بسامن بدوي لمركز الأخبار في تلفزيون البحرين عدن